تصاعد التحركات الاحتجاجية في الشارع العراقي ويزيد منسوب التوتر لأسيما في مدن الجنوب كذلك تتوالى التحركات المستهدفة المقر الإيرانية أو التابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق احتجاجا على التمدد الإيراني وأخرها أحراق مبنى القنصلية الإيرانية في النجاف والأثور داخلها على مستندات تخص مطار النجاف وسبق أن حاصر متظاهرون عراقيون مقر القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء وقبلها القنصلية الإيرانية في البصرة فهل ستكبر كرة التحركات التي تستهدف مقر إيرانية في العراق؟ وهل يمكن أن تؤدي إلى كف يد إيران عن التدخل في الشأن العراقي؟ لا دخان من دون نار ولا نار من دون وقود والنيران التي أتت على القنصلية الإيرانية في العراق أوقدتها إيران بتوغلها في مفاصل الدولة العراقية وتغولها على سيادتها لا يفهم العراقيون كيف تقبل حكومتهم بارتهان قرارها إلى هذا الحد لإيران وكأنه السمع في الطع وكيف لا تنحرج من أن تكون أراضيها مرتعاً لميليشيات إيران ويكتمل الخنوع المخزي كما يصفه عراقيون بوقوف بلادهم متفرجة ومقدراتهم تحت تصرف إيران نفسها السمسكات تابعة للمحافظة تابعة للمطار المطار النجف تابعة للعراقيين واردات العراق كلها تابعة لإيران كلها واردات النجف واردات المطار كلها للشعب الإيراني والحكومة الإيرانية يعني هاي أبسط دليل هاي التصوير شوفوه تكمل اليوم التحقيق مشان فساد مطار النجف زين مطار النجف شن قضيته بالقنصلية الإيرانية شن قضيته بالحكومة الإيرانية وهذا دليل على ابتلع إيران أقوات العراقيين سقط بعيد المتظاهرين قبل أن تبتلعه نيران الثار يتساءل المحتجون بحنق ما علاقة طهران بإيرادات مطار النجف مثلاً فيأتي جواب الحكومة زيتاً يؤجج نار غضبهم فالخارجية العراقية أدانت بشدة حرق كنصلية إيران في النجف من قبل أشخاص وصفتهم بالغرباء واعتبرت أن الغرض من ذلك هو إلحاق الضرر بالعلاقات التي وصفتها بالتاريخية بين العراق وإيران وهذا رد معهود من الحكومة العراقية كلما تعرضت مصالح إيران في العراق لهجمات ففي مطلع نوفمبر الجاري حاصر متظاهرون عراقيون مقر القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء المجاورة وحاولوا إحراقها معتبرين أن إيران تقف خلف النظام السياسي العراقي الفاسد على حد وصف المتظاهرين وفي سبتمبر من العام المنصرم حاصرت جموع غاضبة من العراقيين مقر القنصلية الإيرانية في البصرة وحاولت اقتحامها ومحاسبة إيران ورجالاتها وميليشياتها وكل من عاث بأمرها فسادا في العراق مطلب صدحت به حناجر العراقيين في كل الانتفاضات وما زالت شعاراتهم وكأنها صيحات في واد سحيق لا يسمع فيه غير الصدى نناقش هذا الملف ليلة مشاهدين مع ضيفين من بغداد الكاتب والبحث السياسي محمد العقيلي ومن أربيل المتحدث باسم مجلس عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاووش أهلا بكما ضيفين ليلة في سكاينيوز عربية وتحديدا في ردار الأخبار وأبدأ معك أستاذ محمد لحظنا في الساعات الماضية الأخيرة أن حدة الاشتباكات والتظاهرات تطورت بشكل كبير وصلت حد الوصول أو الاعتداء على المقار الإيرانية وكل المؤسسات التابعة لإيران بشكل أو بآخر هل في رسالة برأيك أستاذ محمد من وراء هذه التحركات الأخيرة أن إيران هي من وراء المعاناة التي يعيشها اليوم الشعب العراقي شكرا جزيلا على هذه السوافة أهلا وسهلا أهلا وسهلا وإلى الضيف وإلى الجمهور أعتقد الوضع العراقي يعني يتجه باتجاه التصعيد الوضع العراقي سوف يكون على أعتاب لربما فوضى تضرب المحافظات التي فيها الاحتجاجات والتظاهر الآن ولربما سوف تنتقل هذه التظاهرات والاحتجاجات والفوضى إلى محافظات لم تكن فيها تظاهرات منذ 1 أكتوبر ولحد الآن بالتالي الكتل السياسية أو بالأحرى الأحزاب السياسية هي المسؤولة لأن لحد الآن هي تأخرت بإصدار قوانين مهمة مثلا قانون الانتخابات وقانون المفوضية في مجلس النواب المشكلة الكتل السياسية لا تريد أن تحل المشكلة فبالتالي الجمهور يعتقد أن الكتل السياسي هذه هي تابعة إلى إيران ولا تريد أن تحل المشكلة فيكون الهجوم على المصارحة الإيرانية يعتبرون ذلك عذرني أستاذ محمد على المقاطعة لكن نقطة أشرت إليها يعتبرون أنها تابعة لإيران أم أنها بالفعل تابعة لإيران هي إيران ذاتها تقول لدينا نفوذ ولدينا مصالح ولدينا تغلغل في أشياء العراقي هذه ليست بالقضية الحديثة ليست بالسبق الصحفي وليست بالخبر لا لا مش بالسبق الصحفي ولا بالخبر العاجلي أستاذ محمد فقط للتوضيح لأن حضرتك عم بتقول في شكوك أنها لدى الشارع العراقي شكوك أنها تابعة لإيران فقط سألت السؤال اللي أوضح صحيح فعلا في جمهور من المتظاهرين يعتقدون أن الدور الإيراني أكبر مما هو معلن عنه فبالتالي الهجوم على القنصليات الإيرانية في البصرة كانت سابقا وفي كالكربلا وفي النجف الليلية أمس هذا جزء لكن هذا عمل مرفوض المقار الدبلوماسية يفترض أن تحترم مثلما العراق لا يقبل بأن مقاره الدبلوماسية في الخارج لا تمس بالتأكيد الحكومة العراقية الآن يفترض أن تحمي هذه المؤسسات الدبلوماسية لتلك الدول أعتقد الأصابع التي تريد أن تحرف المظاهرات السلمية عن مسارها يعني تحول الحالة السلمية إلى حالة عنفية هذه باتت واضحة التصريحات والبيانات الدولية والإقليمية على الشأن العراقي وبما يخص الشأن العراقي أن التظاهرات كلما طال أمدها من غير حلول من قبل الكتر السياسية تصبح هذه التظاهرات باتجاه الحرافات الحكومة العراقية أدت ما عليها من إمكانيات حماية المتظاهرين حماية بعض المقاره لكن الضغط على الحكومة العراقية أكبر من جانبين من قبل الجمهور ومن قبل الكتر السياسية فبالتالي الحل هو بيد الكتر السياسية سنعود لنتحدث طبيعة الحال عن الحلول لكن ونحن نتحدث معك أستاذ محمد خبر عاجل يصلنا في هذه الأثناء يتم نشر دبابات قرب المراقد الدينية في النجف وبالتالي أرحب مرة جديدة بالمتحدة باسم مجلس عشائر الثورة العراقية شيخ فايز الشووش وانطلاقا من ذلك شيخ فايز السؤال الذي يطرح اليوم لماذا المقار الإيرانية؟ لماذا المؤسسات المرتبطة بشكل أو بآخر بإيران؟ اليوم الشارع العراقي المنطفد منطفد على حكومته وعلى ساسته لماذا التوجه إلى هذه الأماكن؟ تحية لكم وتحية إلى ضيفكم الكريم والرحمة والخلود لشهداء هذه الانتفاضة الباسلة اللهم اشفي جرحاهم وتحية إلى الشعب العراقي وإلى العراق وإلى الأمة العربية التي يجب على العراق أن يكون أو أن يعود إلى حاضنته العربية في ظل هيمنة إيران على الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في العراق هذه الاحتجاجات أو هذا التوجه من قبل المحتجين إلى القنصليات الإيرانية رسالة إلى إيران بأن الشعب العراقي وعي وعي تام بوحدته المتلاحمة وبالكامل جميع الشعب العراقي وعي بأنه هناك لا توجد حكومة ولا يوجد بلد اسمه العراق بل إنما أصبح كإقليم تابع إلى إيران وبالتالي أصبح التوجه لإستدافة القنصليات الإيرانية التي تعتبر هي الملاذ الرئيسي لشن الهجمات ولترتيب كل المؤامرات على داخل العراق وعلى خارج العراق ضمن هذه المنطقة شيخ فايز اليوم أو الآن نشر دبابات برأيك قرب المراقد هل تعتقد أن المتظاهرين سيكون لهم توجه الآن إلى أيضا المراقد الدينية في النجف بعد الاعتداء الذي حصل على القنصليات؟ يعني بالتأكيد هناك فريقان فريقهم المحتجون الذين يمثلون إرادة الشعب العراقي وبالتالي يسعون إلى تغيير الوضع السياسي في العراق لأنهم لم يروا خلال 16 عام أي نتائج من خلال هذه الأحزاب التي حكمت العراق وهناك فريق متمسك بالسلطة مدعوم إيرانيا وهناك كذلك إيران تعتبر العراق هو ثروة اقتصادية من جانب لا تفرط به نهائيا مهما كانت النتائج ومن الجانب الثاني تعتبره المنفذ الرئيسي لجميع دول المنطقة لنشر جميع الأفكار الإيرانية في المنطقة وبالتالي هناك فريقان يتصارعان ويبدو بأن الحق أصبح واضح جدا والتأييد الدولي من خلال دخول بعض المنظمات الدولية وتأييدها للمتظاهرين وشجب بقتل المتظاهرين بأن هناك الكفة العليا أصبحت المحتجين وأعتقد بأن المحتجين لا تراجع مهما كانت النتائج إلا بتحقيق كافة مطالبهم أستاذ محمد بغداد دانت الاعتداء الأخير متهمة أشخاصا سمتهم بالغرباء عن مسار الاحتجاجات الانتفاضة إذا أمكاننا القول في الشارع العراقي وكل المطالب المحقّة من هم هؤلاء الغرباء؟ من لديه مصلحة اليوم بتأجيج الشارع العراقي وتوسيع الهوى بين المتظاهرين؟ أول ردات الفعل على حرق السفارة القنصليات الإيرانية هي من الولايات المتحدة الأمريكية كأنما تبارك وسعيدة الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الحرق وكأنما تأخذ ثأرها من الإيرانيين عندما كان هناك تجاوز على السفارة الأمريكية في طهران في بداية ثمانينات القرن الماضي يعني الولايات المتحدة هي وراء الغرباء سيد محمد؟ عندما سألت السؤال وتقول لي أكثر ناس كانوا سعداء هم الأمريكي فقط لنوضح ذلك لو سمحت يعني أنا لست بناطق رسمي حتى أجيب بمعلومة أنا هنا باحث في الشأن الأمني لذلك أجمع حقائق أجمع معطيات من خلال البيانات من خلال الوقاع ومن ثم نطرحها ونجمع الملتقيات بهذه الأطروحات فبالتالي ردات الفعل من الولايات المتحدة الأمريكية لا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لكن لربما الولايات المتحدة الأمريكية بتصفية حسابات مع الجانب الإيراني على الأرض العراقية هناك صراع للنفوذ وبالتالي هذه النتيجة ثانيا الحرق ليس فقط في القنصليات الإيرانية في المدن الثلاث وإنما لدينا مراكز اقتصادية في بغداد مهمة تغذي العراق كله الآن هي معطلة وهي حرقت الكثير منها ثلاثة المراكز الدينية المراكز الدينية الآن مهددة وحضرتكم يعني العاجل الذي أتاكم هو نشر الدبابات أو المدرعات للحماية فبالتالي الغرض من هذا هو أنه حرب في الصميم المعتقد أنا أختلف مع الأخ الضيف أنه يقول العراق لا دول العراق دولة لكن من الممكن العراق هو ضعيف لكن هو دولة نعم الإيران فيها تغلغل أكثر في الشأن العراقي لكن هذا ليس بمسؤولية العراق اليوم الأمن الأقليمي هو يحافظ على البلدان العرب هم الذين تركوا العراق في الساحة الأمريكان هم الذين سحبوا من العراق وتركوا الساحة إلى الإيرانيين في ظل أصراع التخبط الأمريكي في سوريا الانسحاب والرجوع ومن ثم الرجوع هذه كلها انعكاسات على الوضع العراقي الهش الوضع العراقي سياسيا هش أمنيا لا زال هو التوى خرج من حرب على داعش حرب ضروس فماذا تنتظرنا من العراق كل من يأتي إلى الإعلام لديه نفس طائفي ضد إيران أو نفس طائفي ضد السعودية أو لا يحب تركيا يأتي على الحلقة الأضعف يراها هو العراق العراق دولة العراق فيها عمق العراق عربي العراق فيه الكثير من الحضارة التي تشرف من يتحدث عن العراق ويضرب بالعراق وإن كان هو عراقي فالعراق هو دولة نعم أغلب البلدان مرت بهذه الظروف الاحتجاجات والمظاهرات وغيرها لكن تبقى البلدان وتبقى الشعوب وتبقى الدول فهذا العراق طبعا ما تتحدث عنه أستاذ محمد ليس بعيدا عن مطالب الشعب المنطفد في الشارع العراقي اسمحا لي أن أشير هنا إلى أيضا وصول خبر يشير إلى تعزيزات كبيرة تصل في هذه الأثناء إلى ساحة الصدرين في محافظة النجف الجنوب العراق خلونا نتابع مع الشيخ فيز الشوش شيخ فيز قالت الخارجية العراقية بعد الاعتداء الأخير بما أنه نخصص اليوم لقاءنا عن هذا التطور إنما تعرضت له القنصلية في النجف دليل واضح لما يحمله هؤلاء من أجندات بعيدة جدا عن المطالب الوطنية كيف رأيتم ذلك؟ وهل بات برأيك اليوم أو باتت هذه التظاهرات تخرج عن مسارها المطلبي المحق؟ تحية لكم يعني أولا على كان المفروض أو المطلوب من وزير خارجية العراق ووزراء خارجية العراق الذين سبقوه أن يدينوا تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي قالوا فيها تارة نحن نسعى إلى الإمبراطورية الفارسية وتارة العراق جزء من إيران وتارة إلغاء الحدود وعندما تجلس بعض المسؤولين الإيرانيين ويصرحون من داخل العراق في الملف السياسي والملف الاقتصادي والأمني وبالتالي هذه التصريحات هي تنم على أنه هذه الأحزاب أو تنم على أنه هذه الأحزاب وهذه الشخصيات هي ولائها المطلق لإيران ولا يوجد لها أي ولاء عراقي أي ولاء للعراق لأن الولاء إذا كان للعراق عليهم أن يخافوا من الله وأن يراعوا مسؤوليات أو شعور الشعب العراقي طيلة 16 عام من الإهمال في الخدمات وانتشار المخدرات والعصابات المسلحة وهيملة الميليشيات على القرار العسكري والأمني وهيملة إيران وانتشار الفوضى وكل هذه المسائل لم يدينها وزير خارجية التي هي مصدرها إيران والآن بدأ يدين الاعتداء على القنصريات الإيرانية والقنصريات الإيرانية نؤكد مرة أخرى هي وكر أصبحت لتنفيذ مخططات في العراق وخارج العراق ضمن دول المنطقة وضمن وضد المصالح الدولية في المنطقة وعليه على الحكومة أو على الأحزاب السياسية إن كانت تشعر بالمسؤولية أقل شيء أن تعتذر لأهالي الشهداء الذين سقطوا في هذه الانتفاضات والانتفاضات التي سبقتها في 2011 شيخ فيز لكن الحكومة اليوم تعد تعد المتظاهرين تعد أيضا الشعب العراقي أن الحساب آت وبالتالي أن كل من كان وراء هذه التحركات التي قتلت عددا كبيرا من المتظاهرين سيعاقب اليوم هل تغيب الثقة تماما بين الشعب العراقي وحكومته التي تقول إنها على استعداد للقيام بكل ذلك بكل هذه المطالب وتغييرات الثقة فقدت قبل سنوات لأن الثقة خلال 16 عام لا توجد ثقة فبالتالي هل يجوز بأن الثقة خلال هذه الأيام والقتل مستمر والإصابات مستمرة والمداهمات مستمرة وكل الجرائم التي حصلت ضد المحتجين مستمرة وبالتالي هل يعقل أن توجد ثقة في هذا الوقت الثقة توجد عندما تحقق الحكومة جميع مطالب المتظاهرين وأن تحيد حسابها وأن تجتمع الكتل السياسية وتعتذر لشعب العراقي عن إخفاقاتها المتعمدة وغير المتعمدة طيلة 16 عام لكي يشعر الشعب العراقي بأن هناك حكومة تشعر بكرامته ووجوده ومستقبله أستاذ محمد هل باستطاع الحكومة العراقية بقيادة عادل عبد المهدي الآن القيام بكل ذلك أم أن قرارها مرتهن ومكبل من إيران يعني حكومة سيد عادل عبد المهدي نعم قادرة الحكومة عليها تأثير السياسي من قبل الأحزاب أكبر وأكثر لو أطلقت يد الحكومة من الأحزاب السياسية لكان أداء الحكومة أفضل مما هو عليه الآن هذا واحد اثنين التراكمات للحكومة السابقة أثرت كثيرا على حكومة السيد عادل عبد المهدي ثالثا الأحزاب السياسية هي من قيدت حكومة عادل عبد المهدي باختيار الوزراء الذين هم الأدوات الحقيقية للعمل التنفيذي ثالثا الدرجات الخاصة التي ذهبت باتجاه المحاصصة للكتل هي من أشعلت الفتيلة الأزمة في العراق الآن هذا جانب جانب آخر أنا فقط أوضح وللتصحيح وزارة الخارجية لا تابعة إلى حزب سياسي والأحزاب الإيرانية السفارة الوزارة الخارجية العراقية مرارا وتكرارا شجبت بعض التصريحات أو أغلب التصريحات الإيرانية حيال العراق واستدعت السفير الإيراني في مقر وزارة الخارجية وسلمتهم رسالة احتجاج عراقية هذا يدلل على أن العراق دولة والحكومة لكن من يريد أن يسقط الحكومة العراقية بالتأكيد الفضاء مفتوح وجو مفتوح أمر آخر أريد أن أؤكد على ما ذهبت إليه من التدخلات الخارجية الآن السفير السعودي في العراق ماذا قال عن حرق القنصلية الإيرانية في النجف قال على إيران أن تتلقى المزيد من هذا الحرق لاحظي التدخلات الإقليمية والخارجية على الخط العراقي ماذا قال بعد قال هو ثأر مثلما حرقت أو تجاوز على السفارة السعودية في طهران الآن هم في العراق هذا ماذا يدلل يدلل على أن كلما زاد مسيرة التظاهرات والاحتجاجات تدخل على الخط إرادات إقليمية وإرادات دولية تشعل من الجو العراقي طبعا إيران سوف لم تقف مكتوفة الأيدي سوف تترد على التدخل السعودي أو التدخل الأمريكي في العراق من هو الضحية الضحية الشعب العراقي من هو الضحية الحكومة العراقية من هو الضحية الدولة العراقية الذي يأتي أحد من الأشخاص ويقول أن الدولة العراقية تابعة إلى إيران يا أخي ما تتكلم عن التدخلات التي تتدخل للإيران لكن لا بد أن أشير أيضا إلى هذا الخبر العاجل ونحن نتحدث معكم تتسارع تطورات بشكل سريع جدا في النجاف في هذه الأثناء الحديث عن مقتل ثلاثة متظاهرين وجرح سبعين آخرين في النجاف وبالتالي على ما يبدو الأمور تتسارع تحركات في النجاف هنا السؤال خلينا أطرح السؤال لشيخ فايز لماذا النجاف خلينا نرد على سؤال أستاذ محمد لماذا اختيار المتظاهرين مع العلم هنا أنه حتى الآن بغداد تقول أن هؤلاء غرباء وليس المتظاهرين اللي خرجوا بالشرع العراقي لماذا اختيار النجاف ما الدلالات هنا يعني الدلالات هناك أكيد بأن هناك صراع ما بين النجاف وبين قوم صراع ديني وبالتالي قد تستهدف هذه المدينة أكثر من غيرها أما وصف المتظاهرين والمحتجين بالغرباء هذه الوصفة عمت جميع الشعب العراقي فيبدو بأن العراقين جميعهم غرباء والآن يبدو فقط الأحزاب التي جاءت بعد 2003 هم عراقين فعلى العراقين أن يرحلوا هم عشائرهم الكريمة ما دام هذا الوصف قائم وبالتالي أعتقد بأن لا علاج للعراق ولا علاج للمنطقة إلا بإنهاء أهملة إيران وأحزابها وميليشياتها على العراق والمنطقة طيب شيخ فايز الشووش والأستاذ محمد العقيلي سأطلب منكم البقاء معنا سأتحول إلى الصحفي حازم الجابر الذي ينضم إلينا من بغداد حازم لو تضعنا في تفاصيل التحركات والتطورات تحديدا في النجف على ما يبدو الدقائق الأخيرة أو نصف الساعة الأخيرة حملت الكثير من التطورات نعم بالفعل شانتان هناك الكثير من التطورات حدثت في الدقائق الأخيرة في محافظة النجف حيث ارتفعت حصيلة المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى ثلاث قتلى وأكثر من سبعين جريح خلال هذه المواجهات وأيضا وردنا من مصادر انتشار قوات بالقرب من ساحة الصدرين في وسط محافظة النجف حيث يوجد الآلاف من المحتجين المعتصمين هناك وأيضا انتشار دبابات بالقرب من المراقد الدينية في النجف شاعتان حازم سنعود إليك فورا ورود أي جديد نحن نتابع معك هذه التطورات ونحن في هذه التغطية مع ضيفينا سيد محمد العقيل الكاتب والبحث السياسي والمتحدث باسم مجلس عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشووش سيد محمد دعني أشير هنا إلى أن أيضا السفير الإيراني كان له موقف السفير الإيراني ببغداد هو الذي وصف المتظاهرين بالمندسين وبالعملاء للخارج دعني أغوص معك في شق مهم أيضا اليوم هل تخاف بغداد على تدهور علاقاتها مع إيران قبل أن نغوص بالشق الإيراني أي تصريح من هنا وهناك هو لا ينم عن عراقية التصريح كل شخص أو كل دولة كل جهة تنم عن مصالحها تنم عن المصالح التي تضررت فبالتالي وصف مندسين وخارجين فبالتأكيد هذا الدلالات التي له لكن نحن نقول المحتجون عراقيون والمطالب حقا ونطلب أنه تكون المطالب سلمية لكن جرل التظاهرات باتجاه العنف هذا بالتأكيد خيوط خارجية تحاك على البلد لماذا النجف؟ طبعا الجواب كان سطحي للغاية هو قم والنجف أستاذ محمد أستاذ محمد أطلب منك فقط ستوضح فكرتك لكن أن نحترم الآخر كمان شيء مهم أن نحترم الآخر تفضل لا لا أمو القضية جرح عراقي يا عزيزتي الأحداث في حالة تطور وفي حالة تصارع اللي لم يقرأ الحقيقة في العمق كيف يقرأها في الحالة الفوقية قدم لهذه القراءة العميقة لماذا النجف؟ الضغط على السستاني الضغط على السستاني كي يصدر فتوى بتجريم وبتهديم الوضع السياسي بصورة عامة كما تعرفين السستاني ليس لديه قوة يفترض أن الحكومة العراقية من تحمي ونعم الحكومة العراقية الآن وجهت قوات الأمن العراقية هناك المطالبة هو جر القوة العراقية إلى ساحة الصرع في النجف والنجف تمثل حساسية لدى العراقيين العشائر العراقية عندما تشعر أن السستاني في حالة خطر وأن المراقدة الدينية هي في حالة خطر وهذه قضية حساسة قضية المعتقدات للشعوب يعني ما ممكن تجاوز القضاء الحساسية فبالتالي محاولة جر العراقيين إلى فتنة شنو قم وشنو النجف هذا الموضوع متجاوزين للعراق الشيعي العراق التشيع عراقي ما ممكن أن نوصف التشيع بأنه فارسي هم الفورس أخذوا التشيع من العراق خلينا نسأل الشيخ فايز وسيد الحمد نقطة مهمة جدا أشرت لها الآن نحن اليوم نتحدث تقريبا بعد أربعين يوما لنا انطلاق هذه الاحتجاجات في الشارع العراقي شيخ فايز هل متخوفون اليوم بعض التطورات الأخيرة في النجف من تحول هذه المطالب والتضغورات المحقة إلى فتنة في الداخل العراقي الشعب العراقي الآن واع جدا ويعرف طريقه جيدا ويعرف كيف يتصرف وبالتالي لا تخوف هناك بل إنما الحكومة أو أجهزتها بعض الأجهزة تحاول جر المتظاهرين والمحتجين إلى طريق غير شرعي الآن مطالب باضحة ومطالب المحتجين واضحة وهذه قرئت قبل 16 عام ولا يوجد هناك أي تخوف من اقتتال بين المحتجين أو بين أبناء النجف لأن عشائرنا في النجف أو في جميع المحافظات العراقية هي كريمة وواعية وذات أصول ولا تنجر مهما كانت أو مهما حاولت إيران جرها إلى غير طريق لا سامح الله هل لديكم إيمان شيخ فيز أن هذه التظاورات المحقة التي نتحدث عنها ممكن أن تؤدي إلى كف يد إيران عن التدخل في الشأن العراقي بكل تأكيد ولكن هناك مسؤوليات هناك مسؤولية على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأممية والولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت العراق وهي سلمت العراق إلى إيران عليها واجبات إخلاقية وقانونية أن تقف مع المحتجين شكرا جزيلا على مداخلة المتحدة باسم مجلس عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشووش معنا من أربيل والشكر يمتد أيضا لضيفنا من بغداد الكاتب والبحث السياسي محمد العقيلي شكرا لكم قبل ختام هذه الساعة مشاهدين عودة إلى الصحفي حازم الجابر ينضم إلينا الآن من بغداد حازم على ما يبدو تطورات لا تقتصر فقط على محافظة النجف بل على مختلف المحافظات العراقية كل التفاصيل معك حازم دعم شانتال بالفعل هناك الكثير من التطورات المستمرة في محافظات الوسط والجنوب هناك تصعيد مستمر مواجهات مستمرة هذه المواجهات صنفت بالعنيفة في بعض محافظات التي تشهد الاحتجاجات يعني شانتال ما يحدث في النجف وذيقار وأيضا قبل قليل وردنا أن هناك مواجهات عنيفة في محافظة المثنى وتحديدا في السماوة مركز محافظة المثنى هذا يستطعي إلى إيجاد حلول ناجعة بعيدا عن الحل العسكري بحسب ما يرى كثيرون بأن الحلول العسكرية ستزيد أو ستفاقم من هذه العزمة وليس العكس إذن شانتال المزيد من الإصابات المزيد من القتلى ارتفاع حصيلة المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى أكثر من 22 قتيل وأكثر من 180 جريح هذه المواجهات المستمرة بين قوات الأمن والمتظاهرين التي استخدمت خلالها قوات الأمن الرصاص الحي بكثافة ضد المتظاهرين ما خلف كل هذه الإصابات طبعا على أصعيد الآخر هناك أو هذا الفعل أزعج المحتجون وأثار غضبهم ودفعهم إلى المزيد من الأعمال قطع الشوارع والجسور وأيضا نجح المحتجون بسيطرة على جسر النصر والزيتون وكذلك سيطرت بعض العشائر العراقية على جسر فهد كما وردنا قبل ساعات من الآن واستمرار هذه الاحتجاجات شانتال يتوجب على النظام السياسي إيجاد حلول سريعة لحفظ السلم الأهلي وعدم سفك المزيد من هذه الدماء شكرا جزيلا لك حازم الجابر حضرتك الصحفي اللي حدثتنا من بغداد